عندنا نقطة المراقبة FFX يساوي الجذر التربيعي لواحد ناقص X تربيعي يطلب مني المجال والمدى هذه حالة خاصة عندنا بالدوال الجذرية لاحظوا زيان أنه داخل الجذر هي دالة تربيعية اللي ناقشناها في المحاضرة السابقة كانت دالة خطية يعني داخل الجذر كانت دالة خطية لا تنسون أنه إذا كانت دالة خطية داخل الجذر المجال مالها يختلف المجال أو المدى يختلف عن الدالة التربيعية اللي حشت لكم علية قلت لكم تعتبدون على إشارة الجذر بالمحاضرة السابقة اللي كانت هالشكل الدالة هنا مثلاً هنا خطية مثلاً X زائد خمسة هذه الدالة خطية هذه مداها يختلف عن مدى هذه هذه الدوال اللي داخل الجذر التربيع وتكون خطية المدى مالته وحتى المجال يختلف إحنا ش راح نسوي؟ شون نطلع المجال ما لهاي الدالة؟ إحنا شرحنا في موضوع المجال شلون إذا الدالة التربيعية داخل الجذر شلون نطلع المجال ما لها؟ أول شي إحنا راح نكتب هذه الدالة أقول واحد ناقص X تربيع أكبر أو يساوي صفر ناخذ المقدار اللي داخل الجذر ونقول أكبر أو يساوي صفر نحل المعادلة واحد ناقص X تربيع يساوي صفر ناقص X تربيع يساوي سالب واحد سالب X تربيع سالب واحد إذن X تربيع يساوي واحد إذن X يساوي موجب سالب واحد هذا إحنا شرحيها بموضوع المجال ناخذ خط عداد نكتب هنا سالب واحد وهنا نكتب واحد انقسمة ثلاث فترات فترة أولى فترة ثانية فترة ثالة ناخذ رقم بالفترة الأولى اللي هي X أكبر من الواحد يعني القيم اللي هي أكبر من الواحد دعنا ناخذ ثمين وين نعوّفها بالدالة تعالوا شوفوا F of ثمين جذر واحد ناقص ثمين تربيع يعني صير جذر واحد ناقص أربعة رح يطلع لي سالب واحد ناقص أربعة هو سالب ثلاثة إذن هناك طلع سالب هذا مو مجال يطلع تخيلي ناخذ بين السالب واحد والواحد اللي هو صفر F of صفر جذر نفس الحال أبدأ عوض بالX صفر صير واحد ناقص صفر تربيع ويساوي جذر الواحد ويساوي جذر واحد هنا داخل الجذر اش ظهر لي موجب يعني اش راح يطلع لي قيمة حقيقية إذن هذا راح يطلع موجب دائماً الإشارة الموجبة يعني القيم اللي تطلع عندي بالدلة إذا عوضت بين السالب واحد والواحد تطلع قيم موجبة إذن هذا يعتبر من ضمن المجال السالب واحد اللي سالب ثمين إذا عوضناها بالدلة يعني إذا جئنا هنا عوضنا قلنا إيفوف سالب ثمين يساوي جذر واحد سالب سالب ثمين تربيع ويساوي جذر واحد سالب ها سالب سالب ثمين إذا أربعها يعني صير موجب أربعة يعني هنا صير أربعة لأن هذا السالب ما للسؤال نفسه شي صير جذر سالب هذا التخيل لي يعني هاي الإشارة اطلع سالب هنا طلعت الإشارة سالب إذن هذا مو مجال إذن المجال اللي يطلع عندي آني المجال بين بين السالب واحد والواحد يجي الطالب يريد يحسب المدى هس آني عندي المجال بين السالب واحد وبين الواحد يريد يحسب المدى الشون يحسب المدى يا أمه يسوي جدول يا أمه يسوي جدول يا أمه ياخذ التقاطع نقاط التقاطع F of X يساوي 1 ناقص X أخذوا نقاط التقاطع وي المحورين مرة صفر الـ X مرة صفر الـ X الـ Y يساوي 1 وهذه التقاطع العمودي يعني أنا عندي هاي النقطة هسه صفر و 1 هذي نقطة من نقاط الدالة عندك إذا صفرت الـ Y إذا خلينا المعادلة كلها هاي المعادلة كلها يساوي صفر يعني راح يصير عندي جذر 1 ناقص X تربيع يساوي صفر ربع الطرفين 1 ناقص X تربيع يساوي صفر إذن X يساوي زائد ناقص 1 يعني 1 و 0 وسالب 1 و 0 آني هاي المعادلة اللي يريد يفهمها هاي شون انحلت خليبوا على هذا الحل إذن الـ Graph Multi محصور بين الناقص 1 و 1 و 1 كمجال و محصور بين الصفر و 1 كمده هذه عبارة عن نصف دائرة دائما دائما إذا شفتوا هذا الشكل إذا شفتوا عدد سالب X تربيع عدد سالب X تربيع هذا عبارة عن نصف دائرة مجالها ينحصر بموجب سالب جذر هذا العدد و مدها من الصفر إلى أبعد نقطة لما نعوض الـ X صفر إذا عوضت الـ X صفر الـ Y رح يطلع عندك 3 فهذه يسموها نصف دائرة يعني هذه Y يساوي جذر 1 ناقص X تربيع شفوا هاي تعل جذر 36 ناقص X تربيع إحنا اتفقنا قلنا هذا الشكل هذه نصف دائرة نصف قطرها نصف قطرها وجذر 36 و يساوي 6 إذن المدى رح ينحصر بين الصفر و بين الـ 6 هذا المدى المجال هي الفترة المغلقة من الجذر هذا هذا 6 و هنا 6 يعني هنا نخلي سالب رح يصر بين السالب 6 و بين الـ 6 ركزوا على هاي الفقرة هذني عبارة عن نصف دائرة و رح سمع سهل كلش هاي السالب 6 وهذه 6 و أعلى نقطة إذا صفر الـ X يصر جذر 36 يعني يصر عندي 0 و 6 الرسم ما تكسره شكل هذي عبارة عن نصف دائرة المدى مالته الرسم مالته هو من الصفر إلى أعلى نقطة هو 6 و هذا الرسم مالته من الصفر إلى أعلى نقطة هو 1 ترجمة نانسي قنقر